لازلت أذكر ذاك اليوم في جنوب أفريقيا أقامت وزارة الشهنة الإسلامية مؤتمراً عن الدعوة في جنوب أفريقيا في جوهانسبيرغ المؤتمر كان برئاسة معالي الشيخ صالحة للشيخ حفظه الله وقيم على هامشه معرضاً عن الإسلام وضعت بعض الإعلانات في بعض وسائل الإعلام للدعوة إلى هذا المؤتمر والمعرض وكنا نتوقع أن لا يأتينا من الجمهور إلا خمس ألاف وكنا نقول إذا وصلنا خمس ألاف زائر هذا شيء جميل جداً وكان فيه كتب تعريفية بالإسلام وفيه أركان متعددة كثيراً فوجينا في اليوم الأول والثاني من أيام المعرض تدخل علينا امرأة تقريباً عمرها خمس وخمسين أو ستين فدخلت ووصلت إلى ركن الاستقبال قالت وريد أن أسلم نحن ظننا أنها تريد أن تتعرف على الإسلام فأخذوها الزملاء إلى الركن الخاص بالتعريف بالإسلام وهو في زاوية أخرى من أيضاً من المعرض فأرادوا نعطوها كتب قالت لا أنا أعرف الإسلام أنا سبق قرأت عن الإسلام لكن ما أعرف كيف أكون مسلمة أنا وهذا يعني يذكرنا حاجة العالم إلى هذا الدين العظيم وحاجة العالم إلى ما لدينا قالت والله إني البارحة لما سمعت عن موعد هذا المعرض والله لم أنم لم أكل لم أشرب أريد أن أنصل إليكم لأدخل في الإسلام قالت ماذا أعمل؟ قلنا بعد إذا كنت تعرفين الإسلام قل يشهد الله إلى الله عن محمد الرسول فشاهدت الشاهدتي ثم قالت أصبحت مسلمة قلنا نعم فانخرطت تبكي بوك حار حار جداً جداً حتى أشفقنا عليها ثم رفعت رأسها مسحت وجهها قالت أصبحت مسلمة قلنا نعم فانخرطت تبكي ثانياً فرح بهذا الخير الذي أدركته ثم ليلة قالت أصبحت مسلمة تتأكد قلنا نعم خلاص بكت تمالكت نفسها وانصرفت من الغد أتت بابنتها بالأربعين تقريباً وشاهدت الله إليه الله عن محمد رسول الله وانصرفتها في هذا المعرض زارنا شخص كان كثيراً له برنامج إذاعي شبابي موجه للشباب هناك في جنوب أفريقيا وهو نصراني وكان لا يجد فرصة إلا نال من الإسلام فدعاه بعض الشباب المسلمين هناك لزيارة هذا المعرض فاجأ ورتب استقباله وقمنا معه بجولة عريفية على أركان المعرض وعرفناه بمحتويات المعرض وما هو الإسلام ثم لما خرج فإذا هو في الغد يوجه رسالة إلى الجمهور والمتابعين له ويقول له أرجو من جميع المتابعين أن يزوروا المعرض المخصص للإسلام في مبنى كذا في شارع كذا في مكان كذا فقال له صاحبه الذي يدير معه البرنامج وهو برنامج حواري على الهوى أنت العادة تسب الإسلام كيف أنت الآن تقول زوروا معرض الإسلام قال لا تقاطعني أني أتكلم بجد أني أفكر جدياً باعتناق الإسلام رأيت كيف الإعلام يؤثر في تغيير القناعات وينقل الصورة الحقيقية للإسلام ترجمة نانسي قنقر